تنظم مؤسسة حياة كريمة عدة فعاليات لخدمة المواطنين الأولى برعاية في محافظات مصر المختلفة وفي الإسماعيلية نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية فرحة العيد بتجهيز عشر عرائس بالإضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية مؤسسة حياة كريمة طول الوقت بتقدم فعاليات مختلفة لخدمة أهلين الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة ومن ضمن المحافظات دي محافظة الإسماعيلية اللي قامت فيها المؤسسة بتنظيم فعالية فرحة العيد لتجهيز عشر عرائس بالإضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية حياة كان يعني في جو يسود البهجة وردود فعل إيجابية من كافة المواطنين اللي حاضرين للفعالية وساعدنا بيهم ودايماً إن شاء الله نكون قدر المستطاع على ردة كبير من المواطنين من أهلين من محافظة الإسماعيلية نبدأ نعمل أبحاث عليهم في الأشد احتياجاً وبنعمل برينة تأميني وصور بطايق وبنعمل مرة واثنين وتلاتة واتصالات لغاية ما بنشوف الصورة الأشد احتياجاً اللي احنا عاوزين نجهزها احنا النهاردة متوديم سفعالية فرحة العيد المنطف تسليم أجهزة عرائس من جميع المراكز المحافظة الإسماعيلية فريقنا نزل الشوارع ودور على الإنالي أكثر باستحقاقاً وهم اللي وطلونا ليهم وهم كانوا استوبة إن احنا نعمل فعالياتنا النهاردة بقصة حفل بيسودوا الفرحة والبهجة بين المواطنين تم تسليم المستفدين الأجهزة الكهربائية في مشهد بيبين قد إيه تحقيق حياة كريمة الأهداف أكتر من حوالي عشر عرائس استلموا حاجته النهاردة كان طبعاً المنظر جميل جداً وإن شاء الله فيه دي مش أول مرة يعني دي أكتر من مرة عملنا الكلام ده وفيه لسه فعالات كتيرة إن شاء الله جاية بإذن الله وطبعاً بمساعدة المتطوعين النهاردة وبجهدهم ومساعدة فريق بحث الحالات قدرنا إن إحنا نوصل يعني لأكثر استحقاقاً من القرى المختلفة ينفسنا عليها نشكر المجادرة الذي ساعدت قامة ومساعدتها مع زواد بنتي فأنا لا أستطيع ركوان بها فنشكرها ونشكر على كل القائمين عليها تشاهدنا يوم بعد يوم بيستفيد مواطنين جدد من خلال الخدمات المختلفة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة طول الوقت اللي أصبح صداها بيشعر بيه كل مواطن محتاج للرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتوعوي ليهم